نبدأ نروح نشوف الـ Solid State Relay اللي احنا تكلمنا عليه اللي هو الفوتك SSR 25DA دي المواصفات بتاعته الشركة دي عبارة عن شركة تايوانية ده الترميز بتاعه بيقول لك SSR هو Single Face Solid State Module ده نوع من انواع الـ Solid State Relay بيتوصل بيه Single Face بس فيه انواع تانية ممكن انت تقرأها من هنا اه تاني حاجة اللي هو الـ 40 ده بيدي لك بتاعه احنا النوع بتاعنا 25 امبير اللي دي بترمز ليه انه الدخل بتاعه من اربعة اتنين وتتعين فولت دي سي والـ A بترمز لان بتاعه عبارة عن وزي ما احنا شايفين بتاعه ومدام مش مكتوب مش هنلاقيهم فالـ H ده بيرمز ليه احنا بتاعنا مش بتاعنا مش 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 موجودة الـ Control Method بتاعته عبارة عن زيرو كروس كونترول طيب الزيرو كروس كونترول ده زي ما قلنا ان هو بيوصل في الزيرو كروس تمام كده عملية الـ انا اكتف او ادي اكتف بتبقى في الزيرو كروس وبالتالي ليها عيوب ان انا مش هقدر اكونترول الباور لو انا عايز هتحكم في سرعة موتور مسلا وهستخدم الزيرو كروس مش هقدر اكونترول الباور بالطريقة دي زي ما احنا شفنا وزي ما شرحنا اللي هي زي ما شرحنا ما باشتغلش اللي عند الزيرو كروس خلاص كده وبنفس الفكرة زي ما احنا شفنا ان انا بقى علشان اتحكم في الباور علشان اقدر اخرج باور متغيرة اقدر اتحكم بها في سرعة فان مسلا او كده ميبقى مش هينفع النوع بتاعنا اللي هو زيرو كروس في نوع تاني اسموه كنترول النوع ده تقدر تكونترول منه ايه الباور بتاعتك خلاص كده زي الدمر اللي باستخدام كده بس ما ينفعش زيرو كروسينج خلاص زيرو كروسينج سيركيت مش هتنفع هنا فده نوع تاني من بيقول لك التوصيل واستحسن ان انت تحط مقاومة وتستخدم ترانزيستور تاكتف الترانزيستور عن طريق المايكرو كنترولر او ايا كان بحيس ان يبقى في عزل محترم عندك ما بين الدخل والخارج وبيحس لو حصل اي مشكلة هنا في الامبوت ما تأثرش على البنية بتاعت الاردوينو طبعا الكلام ده لو السابلاي عندك متغير او السابلاي في مشكلة لكن السابلاي احنا كده كده هناخده على طول من الاردوينو طيب هنا شوية المواصفات ما يهمنيش في المواصفات دي غير مثلا اه خلينا نبص كده على برضو مش هابه اضقيك قوي في حاجة بقى اسمها في طيار بيتصرب زي ما هنشوف في الجزء العملي اقصى حاجة خمسة ميلي امبير عند اللي هو خمسة وعشرين امبير طيب هنشوف ده معناه ايه تسريب الطيار في الدايرة العملية طيب ده داخليا وده التكوين بتاعه بصيلي هنا على الجزء ده هتلاقي عبارة عن مقاومة بعد مقاومة وي مكثف مقاومة دي تقريبا بيبقى القيمة بتاعتها ميت اوم المكثف ده بيبقى القيمة بتاعته ميت نانو فراد خلاص كده طيب لازمة الدايرة دي ايه الدايرة دي اسمها سنوبر سيركيت سنوبر سيركيت سنوبر سيركيت دي بيتم توصيلها على احمال الاندكتف لود علشان اقلل من الباور سيرج اقلل من الباور سيرج او الفولتجي سيرج زي ما شرحنا الزيرو كروسينج بتقلل من ان راش كارنت اللي بيبقى في بداية اللود او الكارنت اللي بيسحبه او الطيار اللي بيتم سحبه في بداية توصيل الحاجة او الحمل وهنا كمان ده بيقلل لي احيانا لما تيجي توصل حمل اندكتف لود بينتج عنه شرارة هو ده اللي بيقلل او الشرارة او النويز اللي على الخط خلاص كده يبقى المقامة مع المكسف اللي لما بيتوصلوا بارلل ليه الحمل بتاعك بيسموا سنوبر سيركيت زي ما السيركيت دي ليها ميزة زي ما شرحناها ليها عب كبير العب ده هو ان هي بيحدث عنها تسريب للطيار بالكويمة الخامسة ميلي امبير اللي هم قالوا عليها يعني ايه تسريب للطيار لما اجيه اوصل احمال منخفضة زي لمبات الفلوريسنت او لمبات ال ال اي دي هبص لقي ان بيحصل زي ما هنشوف ان شاء الله في الدايرة العملية هنوضح الجزئية دي يعني بيحصل تسريب للطيار بكويمة صغيرة لكن انا لما باجي استخدم الاحمال الكبيرة وده اللي انا بستحسنه لو احمل اقل من عشرة امبير استخدم لو اكبر من عشرة امبير ابدأ ان انت استخدم زي ما احنا شايفين الجدول ده مهم جدا بيقولك لو الحمل بتاعك اصغر من خمسة امبير مش هتحتاج ان انت توصل لهيت سينك ولا تحط كولينج فان مروح التبريد في الدولاب اللي هتحط فيه الصالد استيتر اللي ايه لو الحمل بتاعك اصغر من اتناشر امبير لحد من خمسة الاثناشر تمام يبقى هتضطر ان انت تستخدم هيت سينك الهيت سينك بيبقى ده شكله بيبقى دول اسمهم فنز او زعانف الزعانف دي بتزود حاجة اسمها سيرفس اريا او مساحة السطح كل ما مساحة السطح ده بيزيد كل ما معدل انتقال الحرارة بيبقى افضل وبالتالي تبديد الحرارة بيبقى اسرع علشان حاجة بيمر فيها امبير عالي اكيد بينتج عنها حرارة فلازم اتخلص من الحرارة دي عشان احافظ على الصالد استيتر اللي ايه من خمسة وعشرين لاثناشر بستخدم نوع تاني من الهيت سينك واكيد فيه فنز اكتر من ده اه يستحسن لما تستخدم حمل خمسة وعشرين امبير فيه ما فيه ما فوق بقى ان انت تركب كولينج فان بالاضافة للهيت سينك يعني تركب مروح التبريد بس ده كانت الديتا شيت بتاعة الفوتك هتلاقيها في في الفيديو ديسكريبشن تحت هنجيب السلد السيطر اللي ايه من اين هتلاقيها عند رام الكترونيكس خلي بالك ان فيه نوعين فيه نوع دي سي اي سي وفيه نوع اي سي اي سي هنا النوع هو ال اي سي اي سي تمام اللي هو الدخل بتاعهم من ثمانين وخمسنون كده خلاص كده لا ده مش النوع اللي احنا عايزينه هو ده النوع اللي احنا عايزينه الاتنين بنفس السعر خلي بالك من النقطة دي النوع اللي احنا عايزينه ده اهو هو ده نفسCoT خلاص طيب هو مش موجود عند رام بتاعه روح في باب اللوح عند اي محلم بتوع باب اللوق. قل له انا عايز بتاع خلاص. لو انت غاوي تشتريه من على النت. لو انت عايز تشتريه من على النت ممكن تلاقي اهو. اللينك بتاعه على امازون هتلاقيه في الفيديو تحت. تمنه حوالي سبعة دولار. ده الشكل بتاعه يا جماعة. ده الشكل بتاع الهيت سينك. تمام? زي ما قلنا. ده بيبقى او الالومنيوم. لو غاوي برضو تسوق الالكتروني هتلاقيه على جميع ولكن هيشحنوه من الخارج. ده الهيت سينك اهو على جميع. هيشحنوه من الخارج. هو بيقول لك تمن اربعة وسبعين جنيه. بالاضافة لتسعة وتسعين جنيه شحن دولي. يبقى كده حوالي مية خمسة وسبعين جنيه. تمام? مش عايز تستخدمه. والحملة بتاعك ما بيستمرش لفترة طويلة. هيبقى حطوا كويسة. ووصلوا على اي جزء علشان يبدل الحرارة بتاعته. كده تكلمنا عن كل الجزء النظري. نبدأ ان احنا دلوقتي دلوقتي ندخل على الجزء العملي وتجربة طيب ايه هي المتطلبات اللي احنا محتاجينها? زي ما قلنا الاردوينو اللي اخد منه الباور علشان آآ امد جزء بالجهد وبالتالي يوصل لي الاودبوت ببعض. هنحتاج فيشة بالمنظر ده. فيشة ميل وفي ميل. ولكن الفيشة دي لو هي كاملة. تمام? هتلاقي ان السلك ده واصل. انا هقطع السلك ده بحيس ان دول الطرفين اللي هيدخلوا على خلاص دول الطرفين نفس نفس القطبية يعني فيه طرف هيبقى واصل اوه. طرف واصل هنا هو هنا تمام? وطرف هقطعه ووصله بالسليل استيتر ليه? فهي دي هتبقى التوصيل اللي انا هتعامل معها الفيشة دي. بحيس ان انا الجزء الفي ميل ده هوصل به الحمل اللي انا محتاج ان انا اكتفه. طبعا يستحسن ان انت تختار كتر السلك بناء على الحمل بتاعك. انا افضل دايما ان انت تتعامل مع كتر سلك لو انت هتشتعل على الخمسة وعشرين امبير. تتعامل مع كتر السلك ما يقلش عن الستة ميلي. يعني امانا. ولكن احنا علشان الاحمال اللي هنجربها دلوقتي احمال مش كبيرة. ده مش معناه ان هو ما يستحملش حمل كبير زي ما قلت لك وزي ما شرحت في الحلقة. يستحمل لحد الخمسة وعشرين. بس اتحط له او توصله تبريد كويس. اه هنحتاج سلكين دول اللي هيتوصله بجزء الكنترول. المفروض ان انا دلوقتي اركز جدا في الخطوة دي. اوصل على جزء الامبوت وهو مكاتب لي امبوت اهو. معكسش التوصيلات لان. عكس التوصيلات ممكن يحرق للسلد الاي. ايه? فاركز في الجزئية دي. جزء الامبوت ده اللي هنوصله بالاردوينو. هوصل الطرفين. ده البوزيتف. وده النيجاتف. تمامي بقدور السلكين. هوصل ده بقى بالخمسة بالاردوينو او اي ديجيتال اللي بان اخرج عليها خمسة فولت. انا اوصله بالخمسة فولت عادي. وده بالجراوند. خلاص. قبل ما اوصله. ما في ان انا اوصل الحملة دلوقتي علشان اوريه لك مشكلة او ده الفيشة اللي قولت عليها. اوصل الطرفين اللي هم نفسه الكوبية في النهاية. بالطرفين بتوع تمام كده. هبص هلاقي بقى عندي فيشة دلوقتي. هوصلها بالمشترك. دي اللي هيجي عليها الكهرباء. دي اللي هيجي عليها الكهرباء. والفيشة التانية اللي هي الفيميل ده اللي هوصل به الحمل بتاعي دلوقتي. او هوصل به اللامبة دي علشان اشوف المشكلة اللي هتحصل. وابدأ ان انا اشغل المشترك واشوف ايه اللي هيحصل. زي ما احنا شايفين بص هنا كده. بص اللي هنا كده. الدخل مش واصل على اي حاجة. اه. دول طرفين الدخل مش واصلين على اي حاجة. ايه اللي بيحصل بيحصل زي ما انت شايف. بيشتغل ويطفي باستمرار ده. وده عبارة عن زي ما انا قلت لك. ده الطيار المتصرب في الباث التاني لسنوبر لان ده يعتبر مصار اخر لمرور الطيار. مكاومة مكسف واصلين على التوازي من الحمل. ففي حالة عدم توصيل الحمل او عدم تطبيق جهد على الدخل الخارج ليه مصار تاني لمرور طيار. طيب ده البلاور بقى اللي انا هستخدمه. تمام? ليه بلاور? علشان ده موتور. وبالتالي. عشان اقول لك مش هحصل اي سبارك بسبب لسنوبر سيركت. وفي نفس الوقت ما فيش اي مشكلة ان انت توصل احمالة عالية. طبعا في حالة اهو. ما فيش اي حاجة. الليكتج كارنت قليل جدا. فبالتالي. ما فيش حاجة. بص بقى اول موصل الكلام ده بالاردوينو. هتلاقي ان الكارنت اللي عدى بعض المقاومة قليل. فما اقدرش ان هو الكارنت ده ما اقدرش. فبالتالي شيل المقاومة. يعني فيش اي مشكلة برضو. يعني احطوا مقاومة قليلة قوي. يعني خمسين اوم مسلا. لكن المقاومة كل لما قيمتها هتكبر مش هيعرف اكتف زي ما احنا شايفين اهو. لو انا شيلت البوزيتف. السولد السيتر الاي فاصل. وصلتو. السولد السيتر الاي. ابدأ اشغل الحمل. تمام? ده كده تجربة عملية للسولد السيتر الاي. شفت مشكلة الفليكرينج. زي ما قلتلك ما اكتفش معاك بقى المقاومة قيمتها كبيرة. وصل مقاومة على يعني اقصر قيمة خمسين اوم مسلا ده لو انت عايز يعني تحط اه يا اما وصل لو انت يعني عايز تعمل امان اكتر للاطراف بتاعتك. لحساب الباور. لحساب الباور في دواير الاي سي. الباور بتاكول او القدرة بتساوي. حصل ضرب الجهد بتاعك في الطيار في كوزاين فاي او الباور فاكتور. مش هتكلم على الباور فاكتور. يعني المفروض الباور فاكتور ده وقت هتكلم عليه محتاج له حلقة كاملة. الباور فاكتور عموما خده كافردش او بوينت خمسة وتمانين من مية. طيب يا ايه الكلام ده? يعني الحساب عايز احسب الانبير. عايز اشوف الانبير. مسلا معايا تكييف. التكييف ده نفترض تكييف تلاتة حصان. عايز تشوف التكييف ده الانبير بتاعه هيبقى قد ايه? اعمل ايه? يبقى هقول. علشان احول من حصان لوط هقسم على سبعمية خمسة واربعين وسبعة من عشرة. ده لو انت ضقيق قوي سبعمية خمسة واربعين عادي. ليه? علشان احط الباور بتاعتي هنا. وانا معايا الجهد اللي هو امتين وعشرين فولت. وبالتالي اطلع للطيار قد ايه? ايه دي الفكرة. طبعا الفولت هنا بالار ام اس. ما تشغلش بالك يعني ما تقولش لو شرح لنا البيك يبقى هنا الفولت بالار ام اس. كل الفولت في الاكويشنز بالار ام اس. المهم. آآ الباور تعالى مثلا نفترض ان انا عندي تكييف تلاتة حصان. تلاتة حصان يبقى حولوا. الواط علشان احطوا هنا البي بالواط. البي بالفولت. زي ما قلتلك. هتقسم على سبعمية خمسة واربعين وسبعة. حطي لي مسلا تلاتة معناها الفين متين سبعة وتلاتين واط. يبقى الفين متين سبعة وتلاتين واط بيساوي. المتين وعشرين اللي هي معرفهاش الكوزين فايل هي تمانية خمسة. تعالى نحسب الحزبة دي. هقول ده هيروح هناك مقسوم. يبقى متين وعشرين. ميتين وعشرين. في تمانية خمسة اللي هو. تمام? يساوي مية سبعة وتمانين. هقول الفين متين سبعة وتلاتين على مية سبعة وتمانين. يطلع لي حوالي اتناشر امبير. يبقى التكييف التلاتة حصان يسحب اتناشر امبير. بتاعي خمسة عشرين امبير. يشغله مرتاح جدا. خلاص? عرفت تحط هيت سينك زي ما قلت لك? خلاص. انت كده عرفت الحزبة اللي احنا بنتبعها. علشان سيبك من ناقص في اي كوزين تو اوميجا تي. لا لا. سيبك من الكلام ده في الاخر هي دي اللي احنا بنشتغل عليه. بقى احنا فهمنا نحسب ازاي الامبير? ونتعامل به في السولد. بكده تكون انتهت الحلقة. ان شاء الله انتظرونا في الجزء التاني من الاندستريال لود. ازاي نوصل الاندستريال لود بالاردوينو. والسلام عليكم ورحمة الله بركز.